موسيقى مساء الخير نون أكثر من مجرد حرف للنسوة أو التوكيد نون ضمير كل أنثى لها صوت وصوت لمن لا يملكنا صوتا نون برنامج أسبوعي على تلفزيون الآن نصدف فيه نجمات الفن والأدب والسياسة للتعليق على ما يجري حولهن من أخبار وأحداث وطرائف نجمة الليلة الفنانة عبير صبري عبير شرفتنا ونورتنا وأنا جدا جدا سعيدة باستضافتك لأني من متابعينك متابعين كل أعمالك مرسي خديقة أنا سعيدة أن أنا موجودة في قناتي الآن وبطلع عبر برنامجك الحلو على مشاهدينك واسمحي لي كمان أقولك أنه أنا عجبني قوي اسم البرنامج يعني وأنت حتى بتقولي المقدمة لفت نظري نون يعني حبيت الاسم بتاع البرنامج جدا نون النسوة بالإضافة أنه طبعا أنا كمان من جمهورك حبيبتي عبير هذا شرف لي وطبعا لازم أقولك ألف مبروك على الزواج لأنه هذه أول مقابلة تطلعي فيها مقابلة تلفزيونية بعد زواجك ألف ألف مبروك لكي والدكتور أيمن البيع طبعا صديق العزيز مرسي ربنا خليك جاهزا نبدأ تعليق على الأخبار يواجه العالم رقما قياسيا في العواصف التي تضرب النصف الشمالي من الكرة الأرضية في الوقت ذاته إعصار فلورانس في الولايات المتحدة الذي خلف عددا كبيرا من الضحايا في الصين أيضا اشتاح الإعصار منخوت جنوبي البلاد بعدما ضرب شمالية الفلبين برياح قوية معبأة بالأمطار والمرتز الوطني للأعاصير يقول إن إعصارا آخرا يطلع عليه اسم هلن يتحرك من الجزء الشرقي من المحيط في اتجاه الشمال الشرقي نحو أوروبا عبير عندما تتابعين هذه الأخبار صور الضمار صور الأعاصير الكوارث الطبيعية ككل ماذا تكون ردة فعلك؟ أول ردة فعل الخوف تاني ردة فعله والتفكير يعني تاني حاجة بفكر فيها بعد الخوف هي أنه حياة كل المخلوقات على الأرض والطبيعة هي زيها زينا هي كمان مخلوق بيكون لها فترات بيحصل فيها تغيرات فترات قوة، فترات ضعف، فترات غضب، فترات ألم، فترات ردود أفعال فبحس أن الطبيعة هي كمان بتتعرض لنفس الشيء اللي زي البني أدمين بيتعرضوه تقلبات تقلبات وفي نفس الوقت بعتبر أنه البني أدمين لما بتواجه يعني كوارث طبيعية زي كده ده يمكن بيديها انطباع أنه مفيش ثبات على الأرض يعني أنت لازم تكون عارف أنه كل حاجة هتتغير فلازم تكون جاهز للتغيير وما تفتكرش أنك مقيم على هذه الأرض كتير فيمكن هي أنا بشوفها مسجات يمكن من رب العالمين بغض النظر عن التفسير العلمي للإعثار أو للكرسة الطبيعية اللي بتحسن أنت عبير صبري تخافين من غضب الطبيعة؟ تخافين من الكوارث من الأعاصير؟ أه بخيف يعني بحس أنه دي لحظة مواجهة كبيرة فيعني بقف عندها فكر أنا من أول بفكر كتير في كل حاجة بتحصل فأحس أنها لحظة مواجهة مخيفة خصوصا مع شيء أنت متعرفيش حجمه إيه ولا أنت حجمك إيه قدامه يعني ننتقل إلى الخبر الثاني هو خبر يتحدث عن كيف تهدم مسيرة سياسية بسبب الفضائح الجنسية أو بسبب أي فضيحة كانت نذهب مع الخبر ونعود للتعليق عبير اتهمت امرأة قاضيا وهو مرشح الرئيس دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا القادي بريت كاغانو بسوء السلوك الجنسي في حادثة تعود لثمانيليات القرن الماضي كشفت عن هويتها ما دفع الجمهوريين لاعتزام إجراء المزيد من المناقشات حول اختيار القاضي للمنصب بعيدا عن كون مثل هذه الاتهمات صحيحة أم لا لكن موضوع ربما الفضيحة الجنسية الفضائح إلى أي مدى يمكن أن تهدم مسيرة شخص مسيرة العملية أن تهدم عائلة بأكملها إلى أي مدى يمكن أن تستخدم كسلاح لهدم سمعة الناس شوفي بغض النظر زي ما قلت عن أن ده قد يكون بعض من الألعاب السياسية لتنحية طيار أو أو لكن لو أخدناها كحدثة مجردة طبعا في حاجة في القانون اسمها القتل أو الاغتيال المعنوي أو الأدبي ده معناه أن أنت ممكن تغتالي شخص تغتالي تاريخه تاريخ عائلته اسمه مشتقبله ماضيه عن طريق يا صنع فضيحة يا إما يكون بالفعل قد تعرض هو لفضيحة ما كان هو السبب فيها دلوقتي بنشوف يمكن أن المسألة دي بقت على نطاق أكبر بكتير من مثلا عشر سنين فاتوا كان يستلزم عشان تهدمي شخص يعني تغدي مجهود كبير النهاردة ممكن في يوم تهدمي شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا تقدر يتصنع كذبة أو خبر كاذب وتبدأ الموقع دي تروجه ويبدأ المتابعين يكتبوا ويبدأ يبقى ده طيار عام حواليه حتى إذا هو مظلوم من هذه التهمة يعني بنشوف أحيانا ناس بتتعرض لتلفيق أو حتى بتكون قردي بتتحسب على جريمة في القضاء ويطلع بريء بس بريء دي خلاص ناس مش مهتمة بيها الناس اهتمت بهدم الشخص طيب هؤلاء الأشخاص الذين ربما يستغلون هذه المنصة التي أصبحت هي متاحة في يد الجميع مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورة الشخص لتشويه ربما سمعته حتى إن كان بريئا أو إن كان متهما قبل أن يبثوا قضاء في قضيته ماذا تقولين لهؤلاء؟ ما رسالة التي يمكن أن توجهينها لهم؟ بس هي حاجات كتير قوي بس أنت ممكن تقولي أنه هي طبيعة الأشخاص اللي هي بتبعيز تحكم على الناس دي أصلا دي طبيعة غلط لأنه أنت ما يفعلش تحكمي على كل الأشياء أنت مش قادي دي حاجة تانية حاجة خطي نفسك مكان الشخص اللي أنت بتتكلمي عنه مكان أهله مكان عائلته مكان اللي حواليه قد إيه ده هيسقلهم قد إيه ده هيجرحهم قد إيه ده هيزعلهم يعني قد يكون ده يعني قد يكون ده راضع أنك تحسي بأنك هتضيق غيرك أو أن ربنا هيحزبك لأنه دي كلمة باطل أو شهادة زور أو دي كلمة زور يعني شهادة الزور كنا زمان نفهمها أنها دي اللي بيروح في المحكمة يشهد شهادة باطلة لأ حتى اللي أنت بتكتبه في كومنت كذب وإنت عارف أنه كذب وتهين به ناس ما هي دي شهادة زور واللي صاحب الموقع الإلكتروني اللي بيحط خبر كذب شهادة زور فكل دي أمام الله طبعا جرائم إذا الشخص بقى التفت لده التفت ما التفتش خلص أنت عندك العديد من الضحايا يعني طيب عبير صبري لما بتسمع بفضيحة أو شخص ما ربما انتشر خبر عنه بأنه قام تحر الجنسي ما إلى ذلك فضيحة من الفضائح هل أنت من الناس اللي بتفضلي أنه تستني لتتأكدي أم أنك تصدري الحكم مباشرة؟ لا أنا من الأشخاص اللي لا بيستني يتأكد ولا بيصدر حكم أنا يعني أي حاجة بقرهها أو بشوفها بيكون عندي أنا وجهة ناظر خاصة بالسيتيويشن اللي حصلة قدامي دي يعني هل مثلا القصة مثلا زي ما أنت ذكرت القادي هل مثلا وراء أهدف سياسية؟ هل وراء أهدف كذا؟ هل فعلا أنت قصة حقيقية؟ هل جمعيات من مناصرات المرأة مثلا بيبحثوا عن يعني مكسب جديد هل هل أنا بكون انطباع والانطباع بيكون ليا وبعدين فيما بعد بتعرفي الحقيقة يعني ما بتصدريش الحكم مباشرة؟ لا لا ما بتتأثريش بالأخبار الكاذبة في مواقع التواصل؟ ولا الصدقة ولا أي شيء لأن أنت النهاردة ما عادش تقدري تحددي الصدقة من الكد يعني يمكن الحاسة الوحيدة اللي لو لازالت موجودة عند الأشخاص هي الإحساس بالصدقة وبالكذب هذه اللي هتعرفك أما أن الحقيقة مية في المية أو كذب خلاص معطيشها تعرف يتفرق بينه المعروف عن نجمة عبير صبري أنها لا تبدي ردود أفعال على أي ما يقال لكن يوم أمس كنتي غاضبة جدا وأبدايتي رد فعل غاضب لماذا؟ علشان علشان اتضيقتي يعني زي ما تشي بتقولي أنا فعلا ردود فعلي مش كتير بزهرها أو بعلنها بس لأنه اتكتب عني خبر كذب ودايقني فخدت قرار أن أنا هرد وهرد بشدة وهشرح يعني هفهل متابعيني حتى طبيعة الأشخاص اللي كتبت الكتبة زي إيه وإذا تطلب الأمر فيما بعد أن أنا أقاضي أي حد ينشر بعد كده حاجة كاذبة عني هعملها لأنه فكرة أنه دايما أنتي بتقولي خلاص تجاهليهم تجاهلي 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 على فكرة كلنا بنعمل حكاية التجاهل يعني كل المشاهير بتجاهلوا بس في الآخر بقت النتيجة إيه الآلاف من منصات الأكاذيب والإدعاءات والتشهير والطريقة والهزار يعني بيوصل أنه في مواقع بتحط صور للناس وتشتمهم وبهدلهم يعني فانتي تقولي طب هو إيه اللي حصل ليه دريبة الشهرة لا باستغربي المناخ يعني إيه المناخ ده إيه قيمة مثلا شخص صاحب أكاونت ومش معروف يحط صور فنانيين عشانا يجتمهم مثلا طيب إنت إيه يعني هل إنت ناقد متخصص في الفن متخصص بالعمل الدرامية أو إنت متخصص في الإيه مع أنه بعض الأشخاص لا ينتقدوا العمل الفني للفنان ينتقدوا شكله وينتقدوا شخصه يعني ربما لديك كلمة لها أولى شو بتقولي لهم أنا ما عنديش بصي أنا يمكن أنا بحس نفسي ما بيحصل ليش يعني حاجات مندي قوي ممكن لطبيعتي إن أنا مثلا لزميلاتك مثلا بتضيق طبعا بزعل بقول ليه مثلا بيكتب كده أو ليه بيحصل كده بس كمان هتعمل إيه بتقول ليه ابنة جاهل يعني كانت هذه الفقرة التعليق على الأخبار عبير سنذهب مع أفاصل قصير بعدها ونعود للتعليق على هاشتاغات وترند الأسبوع ابقوا معنا ومشاهدين ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين ومن جديد أرحب بضيفتي في الستوديو النجمة عبير صفري أهلا بك من جديد عبير الفقرة الثانية من البرنامج يا فقرة التعليق على هاشتاغات وترند نذهب مع بعض التغريدات ونعود للهاشتاغ الأول الذي يقول عشان تعيش بسعادة أو لكي تعيش بسعادة نذهب مع التغريدات ونعود يقول أول مغرد فارس الروضان لتعيش بسعادة لا تسمح لأحد أن يسرق عقلك أو أن يعبث بقلبك فمعظم أحزاننا هي من صنائع غيرنا غاد العيد تقول لا تسمع لنقال الكلام ولا تحط عينك على نعمة غيرك محمد جمال يقول لكي تعيش بسعادة لا تدقق عبير لكي تعيش بسعادة ماذا تقولين عجبوني التلاتة عشان تعيش بسعادة لازم تكون راضي وقانع وفهم بنضج أنه دي فترة أنت عيشها أنت ليك عمر على الأرض عندك وقت سنين أيام وتأبر هو إيه أنت موجود فيه في الدنيا فعيش مبسوط خليك عارف أنه اللعبة اللي أنت عيشها دي ممكن تنتهي في أي لحظة خليك سعيدة خليك مبسوط على قد ما تقدر حارب الطاقة السلبية حارب المشاكل حارب الحاجات السلبية الطمع الجشع الكدب كل الصفات اللي ممكن البني آدم تكون عنده وخلص يعني أفهم أنت عيش اللعبة بس عيشها بمسؤولية يعني خليك فاهم مسؤول أنك أنت عيش شوية على الأرض دي وخلص هيك لا تستدعي كل يعني كل التعقيدات اللي البني آدم يعملها لنفسه يعني كفاية السيناريو اللي ربنا بتدهوله حياته يمشي بيها كده سالمة بسيطة على مهلها دا تفاقل ولا؟ دا فهم عميق أنا بشوفه أنه فهم عميق للتعرف يمكن أنا يمكن تمثيل بيخليكي ساعات بتفكري في حاجات في حياتك تقولي الدور أو التمثيل هو تمثيلية هتمشي فيها من الأولى تصوري ثلاثة أربع شهور من أول الدور لأخره وهتوصلي للآخر هي نفسها حياتك أنت مهما كان الوقت اللي أنت عيشه هو وقت هتعيش شي شوية وخلص حاولي كواليتي الوقت اللي أنت عيشه يكون كويس ليكي للحواليكي يعني دا اللي أنا بشوفه اللعبة دي لها آخر فقناعة رضا ارتياح وخلص مثلا أحد المغاردين قال بأنه لا تدقق أنت من الأشخاص اللي بيدققوا في الأمور مواقف أنا بفكر كتير قوي بحلل كتير قوي بس يعني ما حسبكيش على على تفكيرك على تحليلك يعني أنا أفكر كتير قوي وأحلل كتير قوي أفهم كل حاجة أنت قلتيها عملتيها بس طلق يعني أخذ بالي من كل دا بس ما حسبكيش عليه تحتفظ بيه لنفسك لنفس ما بيتعبكيش الموضوع بيتعبني أكيد بس أنا من النوع اللي برضو تقدري تقولي يعني إيه بفوت برمي يعني أفهم كويس بس أرمي ما قفش عند الأحداث كتير طيب الهاشتاج تالي عبير عن الحب نذهب مع التغريدات ونعود شيخة تقول قالوا إن الحب سكر وعسل وليس هناك شيء أروع من الحب لكن من هو الشخص الذي يستحق كل هذا متفائلة تقول أجمل شعور هو دقة القلب القوية التي تأتي عندما ترى شخصا تحبه أفرح قالت لما تجد شخصين يحبان بعضهم البعض ومتفاهمين ليس معنى ذلك أن الحظ حلفهما لا نعلم ما التنازل الذي قدمه لبعضهم البعض ما تحملاه من عيب أو ما غفراه من زلة الحب تضحية وقناعة إذا لم يتوفراه لن تكون سعيدا حتى لو كنت أجمل شخص تتخيله ماذا قالوا عن الحب وعبير ماذا تقول عن الحب؟ حبيت بالمناسبة آخر تقريدة الحب ما تقدريش تعرف فيه بأنه حاجة واحدة هو زي ما التلاتة قالوا هو الشعور الجميل اللي بتحسيه لما بتشوف يبني قدم بتحبيه هو الفرح اللي بتحسي به وانسي مع الشخص اللي بتحبيه هو كثير بقى من التضحيات ومحاولة التفاهم ومحاولة التعايش ومحاولة تفهم أو فك شفرة الآخر علشان تعرفي تتعاملي معاه زكائك العاطفي في أنك بتعرفي تتعاملي فكرك أنك تحارب يعيوبك يعني لو أنت مثلا من نوعلا بيحب ياخد بس أو بيحب يدي بس لازم تمتبهي للأتنين سوى الأغزق أو العطاء يكونوا متوازنين أنا لا أنا الترف المعطاء المضحي وأنا قلت للعصفورة أنه أنت في البيت ست بيت نمبر وان ودكتور أيمن عايش دور سي السيد آه زحية كيف وأيمن فعلا شخصيته تعرفي أنا عمري ما كنت أتصور أن أنا هقبل يعني شخصية شبه شخصية درامية يعني سي السيد ده شخصية درامية المفروض أنه هي شخصية خيالية ما عرفش ممكن بالأزمنة الماضية كان موجود حتى أو لا بس بالنسبة لنا هو شخص درامي يعني في كثير من الفانتازيا يعني أنه يكون قوي وصلب وكلمته اللي تمشي وكان ما كنتش أتصور ما أنا هقبل هذا الشخص في الواقع فعلا أيمن سي السيد طيب عبير التي نشاهدها في شاشة تلفزيون النجمة عبير المهتمة بنفسها كيف تتجرد من كل هذا بتصير زوجتي السيد دي عالم التعجب أنا نفسي يعني أم بتعجب منها يجوز بسي أنا بطبيعتي فهمة الطبيعة الأنسوية بتكون إزاي والطبيعة الزكورية بتكون إزاي دايما فهمة أن أنا علي واجبات وفهمة أن أنا يعني في حاجات أنا لازم أديها كست عايز تنجح يعني أنت كست عايز تنجح أنت مش كارير بس ما نتيش نجمة بس لا أنت نجمة ده في شغلك لكن أنت في البيت أنت زوجة وست بيت وحبيبة وصديقة وكل الأدوار المفروض تلعبيها في حياة الرجل اللي أنت مرتبطة بيه فيمكن أنا فهمة الحاجات دي فبالإضافة أن أنا بحبها يعني إذا أقولك أنا بحب ده يمكن إذا ما وجد الحب وجدت التضحيات وجدت كل هذا مش بس الحب ساعات شخصة يلهمك يعني ساعات مثلا الحب يمكن بيجي في حياة الناس بس الأشخاص المميزة مش بتيجي دايما في حياة كل الناس فأنا بنسبالي يعني زوجي شخص مميز فيمكن هو بيلهمني ساعات لحاجات يعني مثلا أنا هذكر حاجة بسيطة شخصية يعني أنا كنت مثلا مش مرتبطة بمواد صحيان الصبح يعني أنا بالليل الوقت اللي بنام فيه أصحى الصبح متأخر يعني أنا برضو عايشة في مصر يعني طبيعة الحياة هنا وهنا فأيما مرة أما مصحيني وعمل الليلة كبيرة قوي أني أنا لازم أبقى صحي للصبح معاه أي وقت هو يصحى فيه سبعة تمانية الصبح وراح المكتب وبدي أحضر فطار فأوكي ممكن أحضر فطار الساعة 12 لم أصحى من النوم بس سبعة تمانية دي أن تقومي تسحي أيها تقومي تسحي وتحضر فطار بأيما يرجعينا مية تانية من منزل فعملتها عملتها كل يوم ولا مرة بقى أوق لا لا بقيت أعملها خلاص هو بيسحى صحى معاه عشان كده بقولك ساعات طبيعة الشخص تليمك تغيير يعني طيب ما الذي شدك في دكتور أيما مواصفات لشدتك ليه لأنه طبعا لكي تجد الحب بعد كل هذه الفترة يعني يجب أن يكون شيء قوي لشدك يعني هو في حاجات كتير طبعا من شاء الله يعني حاجات كتير حلوة بس يمكن أنا حبيت الحاجات اللي قدر أقولها عمل الناس مثلا اهتمامه بالعمل الإنسانية دي حاجة اللي فتت نظري فيه جدا هو يعني بالأخير شاب يعني ممكن يقضي وقته في الفان والمتعة فبشوفه كتير مثلا يهتم بالأمور الإنسانية بيعمل مبادرات إنسانية في دول مختلفة للنساء للأطفال للفقراء أظن أنكم التقيتوا أيضا في مبادرة وإحنا بالزبط تعرفنا فأنا حتى ساعة أقول يمكن يعني هو ده الخير إنه ربنا خلاكي تعرفتي به حتى في لحظة خير يعني عمل خير هو بيعمله وأنا كنت ضيفة فيه فأنا دي مثلا من الحاجات اللي بحبها فيه فيه حاجات كتير طبعا صفات تخصيني يعني بس هو ذاكي جدا يمكن أكتر حاجة أنا بحبها فيه إنه شخص عصامي بنى نفسه بنفسه وكبر بمجهوده وبتعبه لم يرس يعني شيء يخليه يعني يصل للمكانة دي ومحامي كبير محامي ناجح سفير نوايا حسنة بيكتب عنده مؤلفات في القانون يعني عنده حاجات كتير قوي حلوة ما شاء الله من صنعه يعني طبعا بفضل الله بس من تعبه وجهده فإن كنتي حاجة أنا فخورة بيها يعني ما التضحية التي قدمتها عابير ثابر؟ يعني يمكن ما أقولش تضحية بصورة واضحة زي إيه لكن أقولك إنه الحياة اليومية الحياة اليومية مساعة تتسحي منهم الصباح لبالليل أنت محتاجة تضحيات إنه الرأي اللي مثلا هو بيقوله مش هو نفس رأيك الرغبة اللي هو عايزها ديه مش نفس رغبتك الشيء اللي هو يعني عاوز يعني تكوني موجودة فيه مش هو الشيء اللي أنت يعني فيه حاجات بتبقى مش بالزبط إحنا مش متطبقين يعني في النهاية الرجال والنساء مش متطبقين إحنا لنا وجهات نظر بنشوف أمور بطريقة رجالة بتشوفها بطريقة تانية فلازم هنا أنا بشوف دايما أنه شخص اللي بيضحي الستة أو الرجل وأكيد الاتنين بيضحوا لألحاء تستمر هو الشخص الأقوى في اللحظة دي لأنه اللي بيتشبس برأيه يعني اللي نضجه أقل لكن أنت هو بيعمل كده الراجل والستة بيعمل كده فأكيد لازم تضحياته قبل كل ده تفاهم طيب ماذا بالنسبة للفن؟ ما الذي سيختلف في عبير صبري النجمة الفنانة وهي زوجة؟ ولا حاجة أعتبر بشغلي أكتر يمكن أيمن دايما يقولي كده يعني بيضعانك؟ العكس مثلا أنا أول ما تجوزت أول ما نزل خبر كاتب الكتابة كل المواقع نزلت خبر أنه أنا هاعتزل فأنا بقيت أقولهم مش هاعتزل ولا هو قال لي أعتزل ولا دي رغبته ولا دي رغبتي بالعكس الحاجة اللي هو دايما يقول هالي انشاطي في شغلك شوية أنت بطيئة يعني اتحركي أكتر يعني هو دايما يقولي كده يعني صراحة دي حاجة هو عمره ما تكلم فيها إذا ما طلب يوما ما يمكن أنت هاتزل الفن؟ بصي أنا متهالي هو مش هيطلبها مني يعني يعني هو فاهم أنا متعلقة بالشغل قد إيه وأنا بحب شغلي وما فيش حاجة في شغلي ممكن تضيقه لو في أي شيء مثلا في شغلي في دور في شيء أنا أحس أنه هيضيقه أو هيضيقني أو هيضيق حد من أهلي أنا أكيد مش هعمله يعني من نفسي يعني يعني يمكن عابير سابريلا تقبل بالأدوار التي سبق وأن قبلت بها وهي زوجة؟ بصي هو يعني النقطة دي فيها شوية تعقيد لأنه الناس بتعتبر أن الأدوار اللي فيها الأنسة الجميلة أو الأنسة الحلوة هي أدوار فيها إغراء أنا ما بشوفهش بالشكل ده ولكن أنا أنا شخصين حتى النفسي يعني الطرق في الاختيار ومعايير في الاختيار من قبل الزواج وبعد الزواج والله وإحنا عاديم بنتكلم لو في حاجة ما حبهاش يعني العيونه لكن بالاتفاق كلام سي سيد بيمشي كل شيء هم بصراحة وعمره ما قال لي على حاجة يعني لأ يعني حتى ساعة أحكي له على أدوار هم بقول ليش لأ يعني هم سألني وده يعني الدور ده إيه وكذا وبيخد بدي معايا عادي يعني الله يسعدكم يا رب ويهنيكم الهاشتاك التالي عبير هو هل المال يشري القلوب؟ نذهب مع تغريدات ونعود للتعليق عبد المحسن المجرن يقول القلوب تميل للسخاء والكرم ولكن لا تسلم نفسها لأحد مها بنت الشعلان تقول يمكن للمال أن يشري القلوب المريضة بالنفاق فقط لأن الحب الحقيقي يتجه نحو ذات الشخص وليس نحو ظروفه مها سراش تقول القلوب النظيفة أغلى من أن تشترى والأشياء الرخيصة هي فقط من تكون سلعة للبيع والشراء هل المال يشتري القلوب عادية؟ حبيت برضو التلات تغريدات لا المال ما يشتريش القلوب يعني يشتري الملابس يشتري الوقت يشتري الرفاهية يشتري البيوت الأملاك لكن للقلوب لا لكن الكرم في العطاء ممكن هو ده حتى إذا كان كوب مية يعني إذا أنا حسيت أنه أنا بحتياج للشيء حتى إذا بصيت وإنتي ديتيهولي ده كرم في العطاء لكن إنه المال يخليك تحبي شخص؟ لا تحبي؟ لا حتى مثلا الأشخاص حتى إذا حبيتي وكنت كذابة وكان عندك أهداف أو هو كان كذاب وعنده أهداف بسبب المال بعد شوية بعد ما الشخص بيحصل على المال اللي هو عايزه تتغير على وطفه يعني خلاص بيسيبك وبمشي بيشوف حد أغنى بيشوف حد خلاص كنتي ستاب مرحلة أو تخلاص وبيروح لمرحلة تانية أكتر طيب أنت صادفتي من حواليك أشخاص من هؤلاء تشترى قلوبهم بالمال؟ أكيد بتشوفي يعني أكيد يمكن أنا هقولك على حاجة يمكن زواج ينفع من الأغنى زواج ممكن تتجوزي واحد زواج عقلي مثلا أو زواج سالونات زي ما بنسميه في مصر يجيلك عريز غني فتتجوزي فده اسمه زواج يعني أيم على اقتصاديات أو كذا بس حب لا الحب ده بيحصل يعني في لحظة يعني فيه أشخاص بيشتروا أصدقاء مثلا فيه أشخاص بيشتروا قلوب ناس بس مش فقط ما نحسرهاش بالزوج والزوجة يعني فيه ناس فقط بيكونوا حوالين ناس لأنهم مستفيدين منهم بالضبط بس فيه الآخر يعني أنت فاهمك كويس الشخص المانح اللي بيدفع الفلوس ده أولا هو يعني مفروض يكون فاهم وإذا مش فاهم بيكون هو حرام في مأساة لأنه ممكنش يعني مش عارف أنه الناس دي ما بتحبوش لذاته وبتحبوا للشيء عنده يعني فيكون هو نفسه مسكين نذهب مع الهاشتاك التالي وهو يقول أجمل أوقات لما نذهب مع تغريدات ونعود عبير لي التعليق حيات تقول أجمل أوقات لما تكون ببيتك مع أهلك ووالديك واخواتك تسأل عن أحوالهم وتضحكون وتدردشون مع بعض لكن الجوال حرمنا من هذه اللحظات السعيدة نوف تقول الأجمل الأوقات هي لما توصل لإنجاز شيء الكل كان يحطمك عليها أجمل الأوقات لما باللسبة لعبير أجمل الأوقات لما أكون مع اللي بحبهم لما أكون مع أهلي مع زوجي لما أنجح شغلي لما أحس أن أنا اللي حولي كلهم مرتحين وراضين وسعادة لأنا بحبهم محيط بضايق أهلي وزوجي يعني دي يمكن أحلى الأوقات يمكن كمان أوقات العمرة أنك تكوني بإنسان بالعمرة تقارب من الله آه دي أوقات بتكون جميلة في أوقات كتير على فكرة ليه الإنسان بخيل بيحدد أنه أجمل أوقات ممكن تكون في حاجة واحدة في حاجات كتير في لحظة حلوة يعني في تمشية حلوة كتير سعادة يعني أسبابها كتير أو أنت متفقلة كتير شوفي الدنيا بامبي أنا بحاول لأ أنا بحاول يعني بساعد نفسي بشتغل على نفسي يعني أنا مش من الأشخاص المولودين متفقلين لأ أنا بشتغل على إنه إزاي أطلع مني طول الوقت التاقة الإيجابية وأحارب التاقة السلبية أحاربها يعني أول ما تظهر حتى جواي أنا بدوم حاجة تتعرض لي من برايا أحاربها أفضل أقول أنا كويسة أنا عبقى كويسة أنا مبسوطة وأنا عندي حاجات كتير أنا عندي نعم أنا عندي حاجات حلوة ربنا مدهالي فأنا لازم أكون سعيدة يعني أنا بشحن نفسي بالتاقة الإيجابية يعني كل الأوقات الصعبة بتغلبي عليها بنفسك مع نفسك مشحن نفسك بالتاقة الإيجابية في معزم الوقت يعني طبعا في حاجات بحتاج فيها إنه حد يحتويني يعني أو حد يكون أقوى مني يعني حسسني إنه أنا مش الوحدي وإنه كذا وإنه كذا بس دايما أنا يعني متعودة يمكن من وانا صغيرة إنه أنا اللي أفضل بنفسي أنا اللي أساعد نفسي وأساعد غيري يعني ما انتظرش المساعدة من حد معطاقة الحمد لله أنا بحس إنه ديف حد ذاتها سعادة إنه أنت بتسعدي لحولكي بتعملي حاجة مش بستنية تغذي حاجة وديف حد ذاتها حاجة كويسة جدا الهاشتك تالي عبير حياتك نقصة إيه؟ نذهب مع بعض التغريدات ونعود عزت يقول حياته نقصة استقرار عمر حمدي يقول إن حياته نقصة صديق المخلص الذي لا يعرفك من أجل المال أو المصلحة الشخصية نغم تقول بأن حياتها نقصها الشغل طيب عبير متفقلة سعيدة شايفة الدنيا بشكل إيجابي الحياة بمبي طيب حياتك نقصها إيه؟ حياتي مش نقصها ولا حاجة الحمد لله كل حاجة ربنا متزهالي هي حاجة حلوة والحاجات اللي مناعها هي حاجة أحلى لأنه المنع عطاء كمان من الله سبحانه وتعالى فإذا أنا أخدت حاجة ربنا منحها لي فأنا مبسوطة قوي إذا ما أخدتهاش يبقى كمان مبسوطة لأنه يمكن هو بعد عني شر أو حاجة كنت هتبقى وحشة أو هتقزيني أنت من زمان مؤمنة بالموضوع ده ولا مع الوقت أصبح لديك هذا الإيمان؟ لا مع الوقت مع النضج يعني كل ما بتكبري شوية وكل ما بتمري بتجارب أكتر كل ما بتكتشفي أنه في حاجات كتير قوي بتتساوى في الآخر يعني زي ما بيقولوا في مصر كده عندنا الـ 24 قرات يعني دي حاجة بتتقلش الناس البسيطة تفهم أنه أواع تفتكر أنه لابس الألمازات وراكب العربيات وساكن البيوت الفخمة أسعد منك قد يكون عنده مرض كبير قوي ملوش علاج بكل الفلوس دي قد يكون مش سعيد قد يكون محروم من الإنجاب قد يكون محروم من نعمة الأمة الأب الزوج قد يكون عنده اكتقاب يعني مريض هو نفسه مريض نفسي اكتقاب مرض العصر باليقين أنه ربنا عملك الخير على قد اللي يصلح لك إذا زادت شوية بتميلي كده وإذا زادت شوية ممكن تميلي كده يمكن مثلا لما مهوش فلوس إذا جات له فلوس أكتر يمكن تفسده يمكن تخليه يعمل أعمال تغضب ربنا ويؤذي نفسه وكذا ممكن بالفلوس اللي على قدك أنت ماشي حلوة وزبوطة وهكذا في كل الشيء هذا الرضا وهذه القناعة اللي عبير صبري مقامنا فيها في حياتها الشخصية يتطابق نفس الشيء في حياة العملية في الفن؟ أم لديك طموح أو طمع شهرة أو طمعها ربما ووصول إلى أبعد ما وصلت لها؟ شوفي برضو هرجع أقولك طموح عندي طموح لأنه إذا أنا وقفت مكاني ورديت بأنه خلاص كويس كده إذن أنا بتاها راجع لكن ده مش معناه أنك ترضي أنت بترضي عشان دي مساء الكونية بتاعة ربنا ما تعترضيش على ولا حاجة فيها لكن أنت في المهنة بتاعتك أو في الكرير لا أنت بتطوري نفسك وعايزة تبقي الأفضل وعايزة تبقي كل دور أحسن من اللي قبلي وعايزة تعملي أدور أهم وعايزة تشيدي أحجام أكتر يعني ده كله طموح مشروع ما فيهوش أي مشكلة أما أنك تتشهري أكتر يعني هي حاجة خدي بالك أنا يعني مثلاً أوكي أنا مثلاً عندي فولوز قد كذا مشهورة بالعالم العربي يعني ويمكن حتى أبعض لا يعني بالعالم العربي أنا بحس أوكي طيب إذا زادوا مليون أو 2-3 مليون أو 4 مليون بس على فكرة عبير ما فينا تحسري أنه شهر تيك بالمليون فولوور هي مشهورة بالمحبب أنا مش بحكي عن المواقع السوشال ميديا مثلاً أنا بعرف أحسب فيها يعني أحسب متابعيني قد إيه لكن بالنهاية أنت بتقيسي القصة دي بمحبة الناس مش بعددهم ممكن تكوني مشهورة كقاتلة كمجرمة كمجنونة كصاحبة فضيحة أنت بتلمسي محبة الناس لما بلاقيهم؟ طبعاً ممكن أنا مرة أحكي لك على حاجة خديجة أنا بشوفها مرة أنا كنت رايحة تصفير في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر يعني زي ميديا سيتي كده فأنا دخلة في السيكيوريتي اللي برا على الباب ندخل بيه فأنا دخلة بفتح الإزاز فالناس تقولي أهلاً يا أستاذة فضالي مش لما الناس بتقولك أهلاً يا أستاذ فضالي هتنورينا النهاردة هتشرفينا ومش عارفة إيه بنحبك قوي يا أستاذة كلام للعزيز ده أنت بتقولي الله يعني أبسط شخص بيحبك بيعرفك أنت بزلتي مجهود الناس دي يعرفتك الناس دي بتحبك دي شيء جميل جداً يعني هذا الشعور فقط بالحب لأنه مش عايز مني حاجة خالص خالص ولا طلب حتى يتصور جنبي فهتعوزي إيه أكتر من كده كانت هذه فقرة تعليق على هاشتاجات وتران نذهب مع فاصل قصير بعده نهود مع أسئلة المعجبين عديد فيما أنا مشاهدينا ابقوا معنا سنعود بعد قليل نشأت في بيئة بعيدة عن الفن طموح عائلتها بأن تكون طبيبة أو عالمة ذرة استضم مع حبها للسينما والمسرح شغفها بالشاشة الصغيرة جعلها تترك اختصاصها وتتجه للتمثيل النجمة المصرية عبير صبري درست الحقوق في جامعة عين شمس بدأت حياتها الفنية من خلال تقديم البرامج إلى أن منحت فرصة التمثيل في فيلم الناجون من النار مع طارق لطفي وأخرجه علي عبد الخالق عام 1994 لفتت إليها الأنظار في هذا الدور فأعادت التجربة السينمائية عام 1995 في فيلم عتبة الستات مع كوكبة من نجوم السينما كما شاركت في مسرحية فيما يبدو سرأوا عبدو من إخراج محسن حلمي عام 2002 قررت أن تعتزل الفن وترتدي الحجاب وبقيت لمدة ثلاث سنوات لكنها عادت بعدها عن قرارها لطالما كانت دخول إلى القفص الذهبي خارج حسابات عبير إلا أنها فاجأت جمهورها بإعلانها عقد قرانها على المحامي الدكتور أيمن البيع في دولة الإمارات وهو سفير النوايا الحسنة لإحدى المنظمات الدولية اللقاء الأول بينهما جاء بعد مشاركة عبير كضيفة شرف في إحدى المبادرات الإنسانية ومن المقرر أن يقيما حفلا لزفافهما خلال الفترة المقبلة بعد انتهائها من تصوير المشاهد الخاصة بها في مسلسل الأب الروحي بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء ونخبة من نجوم الطرب المصريين والعرب من أبرز أعمالها السينمائية البطل اتفرق يا سلام عصفير النيل اللي اختشوا وماتوا كما قدمت عددا من الأدوار التلفزيونية المتميزة تركت أثرا كبيرا عند المشاهدين منها مسلسل ستات أدرة وأيضا دورها المميز في مسلسل الطوفان خلف الله والولدة باشا ألوان الطيف مزاج الخير بيت السلايف وكابتن أنوش رصيد النجمة عبير صبري الفني الكبير لا يمكن حصره في هذا التقرير وتبقى أعمالها المميزة دائما راسخة في ذاكرة المشاهد حصر هذه الأعمال طبعا كما قلنا لا يمكن حصره في التقرير عندك رصيد كبير من الأعمال الفنية بعد كل ما وصلت له النجمة عبير صبري من أعمال من ما قدمته إلى اليوم ما ربما الشغف أو الحب الذي لا يزال لديك للفن؟ لا كتير وأكتر وكل ما بتنجحي أو بتقدمي أدوار ناس بتحبها وإنتي نفسك بتكوني مبسوطة أو مشبعة بيها أو حققتي فيها شيء لنفسك وتعلمتي فيها من الشخصية اللي بتلعب بيها حتى لأن دايما أنا بقول العلاقة بين الشخصية اللي بتلعب بيها وبينك هي علاقة كتير معقدة يعني ما هيش أنه حيالله أنت بتقولي الكلام بتطلعي تقولي الكلام قدمي الكاميرا الشخصية اللي بتلعب بيها بتأثر فيكي جداً وأنتي بتأثري فيها جداً أنت تديها حاجات وبتخدمها حاجاتها فبالتالي أنا ساعات أحس أنه التمثيل هو نوع من العلاج يعني بيخليكي تعيشي في عالم ناس تانية بتتعرفي على تجارب وطبيعة ستات تانية وهكذا فبالعكس كل فترة كل ما بتنجحي أكتر أو بتحققي نجاح أكتر في شخصيات بتقدميها كل ما بيكون عندك شغف أكتر أنك تعملي شخصيات تانية يعني خصوصاً أن الشخصيات النسائية مش مسألة حجم الشخصية ولكن طبيعة الشخصية اللي بتقدميها النسائية هل هي فاعلة هل هي مكسورة هل هي ضحية هل هي كذا كذا كل الحاجات دي حاجات شغل النخصيات النسائية والبطولة النسائية تحديداً حققت نجاح كبير من خلال مسلسل ستات أدرة من بطولتك طبعاً إلى جانب زميلات أخريات يعني هذا العمل ومثل هذه البطولة هل سنر منها المزيد إن شاء الله يعني بص يمكن ساعات بتورد عليك بطولات جماعية وبتكون فيه فترات بتحصل مضاد في الفن يعني مثلاً جمهور في مصر دلوقتي بيحب كتير حكاية البطولات الجماعية مثلاً يكون مسلسل لأنه بقى عندنا دلوقتي ستين حلقة أو خمسة واربعين حلقة تاني مشاهد مقداش تحمل ممثل واحد طول المدة دي فلازم يكون فيه خطوط كتير ويكون فيه نجوم كتير في العمل فبيكون أحياناً فيه مثلاً عمل فيه بطولات جماعية فيها دور مهمة جداً بتعمليها بصادف يكون عمل فيه بطولة مثلاً للشخص الرئيسية ده بتعمليها يعني حسب بيجيلك إيه دور بيعجبك عايزة تعملي يعني أنا مش بيشغني بالزبط الحق عاش تشتغلي بطولة جماعية ولا تشتغلي بطولة منفردة ولا تشتغلي مع ناس ولا تعملي بس شغل حلو شخصية حلوة حتى لو لم تكن يعني بطولة مطلقة ليكي لكن أنت كل ما تقدمي دور بيظل معلم بالزبط بالزبط عبير يعني تلفزيون أو في المسلسلات نجد هناك نجمات يعني بطولة نسائية في السينما هذا غائب لماذا؟ لأنه يعني يمكن الجمهور طبيعته بتتغير كل فترة يمكن أيام مثل الثمانينات كانت مثلا نجمة الجماهير ندي الجندي ومثلا نبيل عبيد نجمة مصر الأولى يعني شوفي الألقاب كان في نجمات كثير وكان في مديحة كامل وكان في فاتح حمامة وكان في سعاد حسني وشد بس هي يعني كل عصر له مفردات يمكن بالزمن ده كان لازال المجتمع غير زكوري زي ما هو زكوري جدا دلوقتي طبيعة المتفرج اللي كان بيروح يتفرج مثلا على النجمة دي أو النجمة دي ممكن دي مش اللي موجود دلوقتي دلوقتي مثلا الشرايح الأكبر الشباب عايز مثلا أفلام كوميدي عايز أفلام مثلا أكشن وبالتالي ممكن تبقى مش سهل قوي أنك تلاقي الممثلة الكوميدي البطلة لوحدها أو الممثلة اللي هتعمل أكشن فهمها فيمكن من هنا بيحصل يعني تغيير موضات المشاهدة عبير أنت محامية لكن لم تمتهني المهنة لم تمتهني المحامات لكن ربما قدمتي دور محامية في مسلسل مع سبق الإسرار مسلسل الجميل اللي كان قبل سنوات صحيح أبا سبا صحيح تبعت ما شاء الله كان دورك جدا رائع إلى جانب زملاء يعني تمثيلك أو تقديمك لدور المحامية ما خلاك تحمني للمحامات لا أنا بحس أن المحامية مهنة صعبة جدا يعني وأنا يمكن أنا تخرجت على طول اشتغلت ودخلت معاها في نومة مصرحية فعني ما جاتش فرصة أن أنا يعني مثلا أتمرن أو أفكر أن أنا هكون محامية يعني أنا درست قانون قدت اللي سانس لكن فكرة أشتغل محامية بحسها صعبة جدا أنك تدريسي قضية وتقريه وتدوري على صغرات وتدوري إزاي تدخلي شخص براءة وتروحي تحضاري وتتبعي يعني عايزة صبر وعايزة جهد وتدخلي أماكن شرطة مباحث قضاء يعني بحسها كثير صعبة يعني يعني أنت درستي فقط لكي ترضي العائلة لا درستي لأنه الشهادة الجامعية بس كمان ده ما يمنعش أن أنا بحب القانون يعني أنا بحب درستي القانون ويروه ممكن القدر خلاك تتزوجي محامية محامية بالضبط أنا كثير أتكلم معاها في الموضوع ده أقوله تخيل بقى لو أنا دلوقت شمعك في المكتب هل أكيد مش عارف يا جولي أعجي سكتة بس أعجي سكتة محامية ومحامية يعني بتخيل أنه البيت كله عبارة عن دفاع أبدا فيه استسلام أبدا فيه استسلام فقط لا أنا مش محامية في البيت أبدا طبعا سيت النقف وبدأت الحلقة قلنا السيد يعني محامية بس بالشهادة على الحيطة عبير يعني أيضا من ضمن الأسئلة يتسألون عن آخر أعمالك اللي بتجاهزين لها دلوقتي دلوقتي بيعرض لي مسلسل بيت السلايف وكان عارض بالخليق قبل رمضان وبيعرض دلوقتي في مصر وبحضر لمسلسل بيت الكبير إن شاء الله برضو هو مسلسل ستين حلقة ستين حلقة يعني كل موسم ستين حلقة فده اللي بحضر له دلوقتي حلو لكن في الفترة الأخيرة أصبح ربما الإنتاج والتلفزيون يتجه إلى المسلسلات الطويلة لماذا؟ لأنه جت فترة كان حصل فيها طفرة العمالة التركية والهندي ممكن مؤخرا بس ممكن ما لقاش نجاح كبير في مصر تركي جات فترة كانت موضة كبيرة جدا والناس كان عندها يعني فكرة إنك تعاضي بعد الظهر فاضية وإنه في مسلسل بالتبعي مثلا وإنك تحب التعاضي التبعي مدة طويلة فالناس تعالقت بالشكل ده من الدراما فيمكن علشان كده دخل بدأ يحصل إنتاج المصري إنه يبقى فيه 60 حلقة فالناس تعالت تتفرج ترتبط بمسلسل أو بعمل فترة طويلة طيب ممكن نشوف عمل بطولة مطلقة لعبير صبري قريبا بصي كلمة مطلقة دي ما استاد أدركت بطولة الوان الطيف كانت بطولة يعني معاكي ممثلين أصل فكرة إن انتي البطل الأوحد ده وعلى فكرة فيه تجارب بتحصل كده بتفشل عشان تبيعارفة يعني الممثل أو الممثلة اللي بتقرر أو اللي بيقرر إنه يعني يستأثر بالعمل الفني ككل لي وبقية الأدوار تبقى مجرد مساعدة علشان يبقى يعني فيه شوية ممثلين بيشتغلوا حواليه ده بيقع بعد شوية أنت بتؤمن إنه يكون فيه تعاون هو عمل جماعي هو لعبة جماعية هو الفن هو لعبة جماعية يعني كما هي الحياة أنت بنتيش عايشة لوحدك نفس الشيء هو العمل الفني فيه كتير حاجات حواليك ولازم تكون مهمة هي كمان نتمنى لك التوفيق المزيد من التقلق والنجومية النجمة الجميلة جدا واللي بحبها أنا من كل القلبي أيضا عابير صبري شرفتينا ونورتينا شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء اللطيف وألف ألف مبروك على زواج مرة ثانية مرسي مرسي إذن مشاهدين وصلنا إلى ختام ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ونجمة جديدة في عالم الفن أو الأدب أو السياسة للتعريق على ما يجري من أحداث لنسى دائما ننضم لكل أنثى لها صوت وصوت لمن لا يملكنا صوتا أطيب تحية لكم مني المعد نظر عمرية المخرج فارس وحمدان وجميع أفراد فريق العمل تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر